أنت ترى بأن هذا النموذج للبرلمان أفضل من البرلمان الحزبي اللي بتشكل فعلا من أغلبية تحكم ومعارضة تراقب طريقة الحكم أقصد الحكومة المجال التنفيذي نحن نقول وأن لكل بلد ظروفة ولكل دولة خسائسها ولكل مجتمع باتبيعة الحال يعني وضعيته الخاصة ونحن الآن نمر بمرحلة يعني جديدة هذه المرحلة خرجنا من الحكم الفردي بعد 14 جنفويل 2011 انتقلنا إلى نظام رئاسي معدل ونظام برلماني معدل هذا النظام لم ينجح في قرار يعني مسار سياسي مستقر بدليل وأنه الأحزاب التي شاركت في الحكم تقول صحيح أننا شاركنا في الحكم ولكن لا نتحمل يعني مسؤولية الفشل لأنه لم تكن لنا الكلمة الأخيرة في الحكم وباتبيعة الحال ما هو مطلوب هو أن من يتحمل المسؤولية مسؤولية الحكم يجب علي أن يتحمل مسؤولية النجاح ومسؤولية الفشل ولذلك يعني أدى الأمر إلى اتخاذ تدبير 25 جويلية واختيار نظام حسب الدستور الحالي يعني نظام رئاسي يكون فيه رئيس الوظيفة التنفيذية مسؤول على النجاح ومسؤول على الفشل ويحاسب على النجاح كما يحاسب على الفشل والمجلس التشريعي يقوم بصلاحياته سواء يعني في التشريع وذلك من خلال نظر في مشاريع القوانين التي تقدمها الوظيفة التنفيذية أو من خلال مقترحات القوانين التي يقدمها النواب وكذلك دوره الرقابي في عمل الحكومة ويتمثل الدور الرقابي في عمل الحكومة في إمكانية توجيه أسئلة إلى الحكومة في خصوص مواضيع معاينة في إمكانية توجيه استجوابات لأعضاء الحكومة أو لرئيس الحكومة في مواضيع معاينة وله كذلك بمعاية مزل الشجيات والأقليم الذي سيبعثه في القريب العاجل إمكانية إعداد لئيحت لهم ضد الحكومة وفي صورة المصادقة عليها فما يترتب عنها سياسيا هو أن رئيس الدولة أما أن يغير الحكومة أو أنه يقوم بحل البرلمان وعند ذلك ترجع الكلمة للشعب في اختيار من يمثيله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى